بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كرسي التشتبات يا شباب بتتكلم عن المونة بتاعة السراميك وتشوين السراميكا. طيب. بالنسبة للموضوع تشوين السراميكا يا شباب السراميكا او برسلين بيجي عن طريق كاراتين حقشة كنانية. حسب ابعاد السراميكا طولها وعرضها بيكون في مساحة للكرتونة. يعني الكارتونة مسلا فيها عشر سراميكاات. فببدأ اقول مسلا السراميكا ليها مساحة. مسلا لو السراميكا مساها خمسين سنطر خمسين سنطر يبقى السراميكا دي ربع متر. ربع متر اللي موجودين دولة يعني اللي اربع سراميكات يعملوا واحد متر. يبقى لو في اثناشر سراميكا موجودة هيعملوا تلاتة متر مثلا فيمكن يا شباب. فكل سراميكا بيكون لها تغطية من المساحة. فانت انا بتروح تشتري السراميك بتشتريه بالكرتونة. والكرتونة دي بيكون بيها مساحة يعني بتغطي مساحة معينة. طيب فالنقطة دي حاجة لازم تكون فهمها كويس. النقطة التانية ان السراميك او البورسلين لما يبيجي يتشاون لازم يتشاون رأسيا ما يمتعش ان هو يتشاون افكيا. يعني هكذا تلاحظ ان الكارتونتين دول محطوطين افكي ده غلط لازم يكون كله رأسي. الكارتين دي محطوط افكي ده غلط. الكارتين كلها لازم تتحط رأسيا بالشكل ده. تمام ده التشوين بتاعه. التشوين طبعا ما ينفعش ان انت تنزل الكارتونة على السوكة. يعني ينفعش واحد عامل بيشيل الكارتونة يحطها على السوكة بتاعتها ليه عشان ممكن تتكسر السوكة تتكسر. وده بيحصل في سراميك كتير بسبب التشوين ان السوكة بتاعت السراميك بتتكسر. حضاك بتستلم الكارتين بالعدد. يعني التشوين بتشترس الكارتين بالعدد بتاع الكارتين فتخلي ذلك من النوع دي كويس جدا. السراميك قبل ما تشتغل به لازم تغمره في المياه. لان المادة بتاعته اشبه بالفخار. فلزلك بيكون فيه فراغ داخل العجينة بتاعت السراميك. فحضاك اطلع هزين فيه فقعاتها هو زي كده. فده برميل المفروض ان احنا بنغمر السراميك فيه قبل ما نشتغل به. طيب. فغمر السراميك ده مهم جدا عشان ما يشربش المياه بتاعت المونة. المفروض ان الرم اللي تحت المونة يتغمر بالمياه. وان السراميك اللي فوق المونة برضه يتغمر بالمياه. تمام؟ بالشكل الحاجة شايفه دوت. او على الاقل بتجيب كوز مياه. على الاقل يعني وده من الصح بمفروض ان الاصح ان انا اغمره. بتجيب كوز مياه. وابدأ ارش المياه على السراميك على دهر السراميك. وارشه في الفراغ اللي اخدت فيه السراميك ذات نفسها. بالشكل ده كده. تلاحظ فقعات الهواء اللي موجودة دي بدا معناها ان فيه فراغ هواء داخل السراميك. فببدأ املى الفراغ ده كله بالمياه لازم حاجة شايفة. السراميك ذات نفسه او البورسلين لازم تستلم ابعاده ان ابعاده تكون متطابقه. ان السراميك كله يكون متطابقه. يعني الطول تجيب سراميكتين وتخطوهم على بعض. بحيث تجيب بلطين وتخطوهم على بعض. بحيث ان الاثنين يكونوا متطابقين في الطول. تطابقين في الابعاد. فالنقطة دي مهمة جدا يا شباب. يكون الاثنين مستويين. يعني اتلاحظ ان فيه استواء في السراميك او البورسلين. بالشكل ده وتلاقي خط واحد. خط الانتاج بتاع السراميك او البورسلين بيدخل مسلا نقول لك انا هنعني مسلا الفين بلاطة. عشر تلاف بلاطة سبع تلاف بلاطة. ايا كان الرقم. فكل السراميك بيدخل فرن واحد. لكن الفكرة في ان? الفكرة ان في الفرن بيكون فيه بعض السراميك. السراميك قريب من النار واحد تاني بدأ من النار واحد تاني يتحط في النار فترة اطول من التاني. فالفكرة ان النار لما اتعرض في الفرن بتاع السراميك او البورسلين ما بتتعرضش اليوم. كلهم قد بعضهم. لذلك بيحصل التفاوض في الالوان وانت شغال. فبيحصل في حاجة اسمها فرز السراميك. بيحصل فرز اول فرز تاني فرز تالت. فالناس اللي بتقعد علشان تفرز السراميك بتجيب قلم. وتعلم عليه السراميك بتعلم على ده خط ده خطين ده تلات خطوط. معنى كده من فرز اول فرز تاني فرز تالت علشان تقدر تفرق ما بين السراميك وبين بعضه. فالفرق المفروض ما يكونش فيه الابعاد والكلام ده الفرق بيكون مفروض في اللون يعني. تمام طيب. القطعيات بتاعت البورسلين المفروض انها بتكون قطعية شرب. يعني قطعية حد عشان كده بيتسمى قطع ليزر. لكن السراميك القطعية بتاعته ما بيكونش حد. بس سلم السراميك ان انا بطق على بعضه بالشكل ده. او ان انا بجيب دراع الامونيا زي ده كده وببدأ اطابي السراميك عليه بحيس ان هو يكون مية واحدة ابدأ اشتغل بيها عشان مظلمش برضو العامل اللي بيشتغل تحت ايدي. فاكون عارف ان هو يعني هيقدر يطلع كفاءة الشغل ده قد ايه. فدي نقطة مهمة جدا. حيث لما تيجي عند التقاء الاربع بلاطات مع بعض بيحصل صريبة شكل اعلامة الكوروسة او الزائد. لازم الاربع بلاطات يكونوا في مستوى واحد. فلازم يكون المصنع جايب البلاط كله مستوى واحد. كله في نفس الاستواء عشان اقدر استلم السراميك من الراجل اللي انا اشتغل معا. ده ابدأ اخمر المونة فكل دي تجهزات قبل ما ابدأ اشتغل ان انا استلم السراميك ان انا استلم التشونات ان انا شون صح كل ده المفروض بابدأ اشتغل بيه. التخمير بتاع المونة بخمر في المونة بتاكنا اخمره في جرادة اخمره بقى على زي ما اتخمر. انا اتكلمت كلام ده اتكلمت فيه كتير في موضوع بياض المحارة وموضوع المباني في موضوع التخمير. فببدأ اخمر بالشكل ده قلت ان المفروض ان الست شكار اسمنت بتحط على واحد متر مكعب رامر. ده اقل عدد يعني ما ينفعش انها اقل عن ست شكار. احيانا ممكن المصافات تخليني ازود عدد الشكار بتاعت الاسمنت. طيب لو واحد متر مكعب رامر اتحط عليه ست شكار اسمنت. هيعملولي كم متر مسطح من السراميك. هيعملولي خمسين متر مسطح سراميك اذا كان سمك المونة اللي بحطها اتنين سنتي. لو سمك المونة اتنين سنتي هيعمل لي خمسين متر مسطح. لو سمك المونة اتنين ونص هيعمل لي اربعين متر مسطح. لو سمك المونة تلاتة سنتي هيعمل لي حوالي تلاتة وتلاتين متر مسطح. فانت لازم تكون فاهم ان سمك المونة بيأثر في المساحة اللي بيغطيها. تمام? طيب. الاسمانت اللي اشتغل به اي اسمانت اشتغل به مش مشكلة يعني الادات دي 12 اشتباط واي ردة اسمانت يعني الربة بتاعت 32 ومص اشتغل به عادي مفيش مشاكل لاحظ انك السيراميك تشون رأسي ما نفعش تشون افقي دي المونة ببدأ اجهزها واشتغل به طيب ممكن اضيف ديبوند للمونة بالشكل ده كده ابدأ اضيف الربوند على المونة واقلبها كويس في المية واقلبهم كويس بعد كده ابدأ اضيفها للمونة وابدأ اقلب الاسمانت عليها الادوات اللي بشتغل بها بشتغل بمسطرين بشتغل بمطرقة بشتغل بمزان مية بشتغل بالصلايب او الفواصل بشتغل بخيط بشتغل بالسفينجا دي المفروض ان العامل يعني كلكم تنصحوا العمال اللي بشتغلوا في الارضيات انهم يحطوا سفينجا تحت الرجليهم تحت الركب علشان يعني نحافظ على صحتهم والمفروض ان في ادوات رياضية بيكون فيها الرجبة ديت برضو المفروض ان العامل يجيب الرجبة دي وحطها تحت رجله ويشتغل بها بالشكل حق شايفو دوت دي السفينجا ديت او الركب ويجيب المطرقة للبلاستيك ديت ويجيب الفواصل ويجيب ميزان ميزان يكون طويل يعني يازم ميزان يعني يكون اكبر من البلطة اللي بيشتغل بها ويجيب نتر ويجيب جردل وهكذا ونبدأ نشتغل يعني دي كانت فكرة سريع عن التجهزات اللي ببدأ اجهزها قبل الشغل انا بشكر حضراتكم جدا بسألكم الدعاء لي والابي والامي جزاكم الله عز وجل الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة